بص أنا قاعد عمال أفكر كده وأنا داخل الهوى بما أن احنا نتكلم دلوقتي على الأزمة الاقتصادية الضاربة وما إلى ذلك أنا عندي إحساس ماه والله بكلمك بجد يعني هقولك الإحساس ده بعد شوية لكن مبني على إيه تعالى ناخد الأول البنى القواعد يعني جمهورية مصر العربية يناير عشرين تلاتة وعشرين قصر الاتحادية كأننا بنعمل سيناريو رئيس الجمهورية خط بعضه اتحرك على نيو دالي راح الهند طيب والهند اللي هي عضوة في مجموعة بريكس اللي احنا انضمينا وكان استقبال الفاتحين استقبال يليق بمصر ويليق بفخمة الرئيس ووقتها أنا وصفته نصا ده او دي اتفاقات الكبار تحالفات او شراكات بالمصطلح الاكثر دقة بتاعت الكبار الدول الكبيرة تاريخيا وحضريا وثقافيا وفي قدرتها على صناعة القرار على الاقل الاقليمي على امتداده طيب وبعدين نفس دات الشهر احنا يناير ده لسه خلصان مبارح الريس راح ازربيجان والريس راح ارمينيا وبعدين بأخد بالك وزير الخارجية المصري سافر على موسكو وبعدين الريس جه قعد مع وزير الخارجية الامريكي في القاهرة وبعدين نجد مثلا اجتماع زي النهاردة رئيس الجمهورية وموريتانيا فنقعد عمال بحاول قدر الامكان قدر الامكان قدر الاستطاعة ابص انا من النوع نتعلمت كده من باب الله يرحل خريطة وبعدين الامر مثلا متعلق بالقاهرة بمصر فنقعد نرسم خطوط خط القاهرة كذا القاهرة كذا وبعدين نرتب التواريخ وبناء عليها كان ابويا يقول انه اسق التحليل السياسي سهل لو انت حطيت المعطيات في اماكنها السليمة فكان يعمل ايه بقى قادي الخطوط وبعدين قادي التواريخ طيب والخطوط والتواريخ دي مبنية على ايه هل في اتفاقات مسبقة طب هل في اتفاقات جديدة هل في معاهدات هل في ملفات مشتركة طب وايه طبيعة المناقشات وحاجات زي كده وكان ابويا الله يرحمه يسمع الراديو وبالذات الراديوهات الاجنبية بكسافة مخيفة ما حبش تلفزيون كان مهم او الله فشقل علي القدير ان ابنه يطلع موزيع تلفزيون فالمهم بقى ايه فانا تعلمت منه ده بالمناسبة فكرة الخريطة بالاماكن ومد الخطوط والتواريخ وان انت هتقعد تراجع للمعاهدات السابقة والانتفاقات الجديدة وبعدين تبدأ تشوف هم بره بيقولوا ايه الاول قبل ما تشوف جوه احنا بنقول ايه ده خطابنا طب ما تيجي نسمع الخطاب بتاع الاخر بيتكلم عنك بيقول ايه وهكذا الاحساس اللي عندي هو فيه امر مهم كبير بيتعملوا اعادة ترتيب وبتقودوا القاهرة خد بالك ازربيجان ارمينيا مثلا يعني موسكو روسيا الاتحادية الله نيو دالهي بريكس وقبلها كنا عندنا يدوب الاعلان الشهير بتاع روسيا باعتماد العملة المصرية في البنوك الروسية والعكس صحيح الله 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 وعندنا ما اقول اللي استاذ وعندنا زي ما كنت بقولك وبعدين الرئيس يرجع من ارمينيا فييجي على طول يجلس في اجتماع مع وزير الخارجية الامريكي مع تصريحاته طيب وزير الخارجية الامريكي يأتي الى القاهرة ومن القاهرة الى الاراضي المحتلة طب ما رحش حتة تانية كل واحد من حقه يحلم بالمناسبة وكل الاحلام اللي بتصب في صالح الامم او ان انا احلم لصالح امتي او شعبي او دولتي دي كلها احلام مشروع جدا صحيح بعضنا يقول ان منهم خلي حلمك على قدك طب وعلى قدك ده اللي هو قد ايه مو برضو على قدك ده بيبقى لازم يكون لها خلفية يعني مثلا اجا اقول ايه انا حلمي ان انا ابقى رائد فضاء يوسف هيبقى رائد فضاء وعنده 48 سنة ازاي يعني مش منطق فعلى رأي محمد مونير قبل ما تحلم فوق وفكر بقى في الحقيق طيب فانا جمهورية مصر العربية سواء اذا كان حتى هي جمهورة مصر العربية او زمان حتى المملكة المصرية او السلطنة المصرية او القدوية المصرية مصر تاريخيا احلامها السماء تقدر تاريخ عندها تاريخ بيقول كده عندها تراكم الخبرات السياسية والعسكرية وعندها تراكم العلاقات اللي تدلها المرونة بتاعت انا قدر على التحرك في أوسع نطاق لأي دائرة حيوية إن أردت هضرب لك مثل بسيط للأسف لفترة من الفترات راحت مننا إفريقيا صح؟ من 14 ل18 تم استعادة إفريقيا القارة بالكامل للدائرة الحيوية النصرية أربع سنين استعدت قارة مش دولة ليه؟ لأ وبالمناسبة إنه من غير فلوس إنت استعدتها علشان إنت مصر فهمت؟ يعني ما روحتش مثلا أحاول أعمل شكل من أشكال العلاقة بأن أنا أدي لهم فلوس مثلا ولا أعمل لهم كذا ولا مصر بإسمها فقط بإسمها فقط لا بتاريخها برضو الله فهنا لما تيجي تشوف إنه بلينكين جاي القاهرة ومن القاهرة يذهب للأرض المحتلة هو لا يرى في أي أحد على الإطلاق مع الحب والاحترام والتأدير وكل المشاعر الطيبة في أي أحد على الإطلاق إنه لديه قدرة حقيقية على المساعدة في إيجاد حل حقيقي وجذري للصراع العربي الصهيوني في المنطقة ما هو لو كان الأمر غير كده كان بلينكين راح حتة تاني أي حتة بس ما راحش هنا طيب زي بالضبط كده لما بتيجي تعين مثلا عارف ان تيجي يقولك بس عن نوعين الحدود الاقتصادية بتاعتنا في البحر بتتعمل حاجة اسمها تعيين نقاط الأساس وتحددها الأول وبناء عليها بتقدر تقول الحتة دي تابعنا الحتة دي مش تابعنا إلخ إلخ بلينكين في القاهرة مع رئيس مصر حددوا نقاط الأساس اللي بناء عليها هيتبني حل قريب أو متوسط أو بعيد إلا إنه نقاط الأساس تعين في مصر حد فاهم ولا مش فاهم ما هو برضو مش أي واحد يصحى من النوم يعني لسبب أو الأخر اعتبر نفسه يعني صيع سياسة مش كده ليه هنسحى والله تركهم الخبرات ده ما بيجيش بالسهل خالص يعني المؤسسات الكبيرة اللي بتدور البلد دي ما هياش ولدت النهاردة ولا السنة اللي فاتت ولا من عشر سنين ولا من سبعين ولا من ثمانين سنة أنت بتتكلم على مؤسسات عمليا وواقعيا وبعيدا عن أي هزار وبعيدا عن أي تحيز لي أو لنفسي كواحد من هذا الشعب وهذه الأمة الأعظم بالمناسبة أنت بقى لك أكتر من ست سبع تلاف سنة بمؤسسة عسكرية ومؤسسة ديبلوماسية لأن أنت البلد الوحيد في الدنيا اللي عمرها كده على نفس دات الحدود فلأنك أنت دولة عمرها أكتر من ست سبع تمن تلاف سنة فطبيعي أن أنت في عندك تراكم الخبرات بتاع المؤسستين دول لهذا أقول لك إيه؟ آدي النقط اللي أنا بنت عليها مجرد إحساس أنا اللي جاي أقول لك أنا أوعى اللي بيحل للسياسة وإوعى اللي جاي بيديد من ديله إطلاقا مجرد إحساس هناك أمر شديد الأهمية وعلى أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف موجود في زهن رئيس الجمهورية وبيترتب له لعل 23 تجلب علينا كل خير